اللي قدام حضراتكم دي ماريوم ماجد ماريوم ماجد اللي لسه مدفنه منذ ساعات واللي احنا بندعالها بالرحمة والمغفرة ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يدعالها بالرحمة والمغفرة والأهلها والبناتها بالصبر والسلوان ماريوم ماجد حديث السوشيال ميديا خلال الاسبوع الماضي والحد النهاردة ماريوم ماجد بعد اختفاءها اكتر من عشر تيام علشان يجي الخبر الصادم ان الشرطة السويسرية بيتم العصور على جثمانها مقتولة ونلقاها داخل نهر الراين في سويسرا والحد هنا بتبدأ ان الناس كلها عايزة تعرف الحقيقة الكاملة القصة الكاملة عشان نعرفها محتاجين ان احنا نرجع مع بعض الورا شوية هنرجع مع بعض 1997 ولادة ماريوم ماجد احمد الطفلي في عزبة وهدان عزبة الشيخ وهدان التبعه لمركز شربين بمحافظة اد اهلية بدأت ماريوم ان هي حياة طفولية جميلة جدا مخصوصا انها مولودة في اسرة المتوسطة الحال او فوق المتوسط وفي الوقت ده كانت الحياة فيها رخاء وكانت الدنيا ماشية تمام فضلت ماريوم تتضرب في المراحل التعليمية بتاعتها لحد ما وصلت المرحلة الجامعية وهنا في التوقيت ده توقيت الخطر بالنسبة للشباب او للبنات بدأت ان هي اتعرفت على وليد امير ماير وليد امير كان سويسري جنسية لكن كان من اصول مصرية وفي التوقيت ده كان لسه حديث الاسلام لانه كان بيعطانك ديانة خلاف الديانة الاسلامية بدأ ان هو اتعرف عليها واعجب بي وهي عجبت دي وبعد فترة ان هو طلب منها الزواج في الوقت ده هي شايفة ان وليد فتأ احلامها او ان هو العريس المناسب لها وفي الوقت ده هو ايضا المجرم السفاح شايف ان هي الفريسة او العروسة المناسبة لي عاشوا مع بعض كويس فعلا تم الزواج وتقدم لاهلها وبعد سنة ربنا اقرامهم بالبنت الكبيرة اللي هي خديجة وبعد فترة تانية من الزمن ربنا اقرامهم بالبنت الزغيرة اللي هي فاطمة اللي هي ضحت بحياتها مريم علشان خاضر الطفل طيب عاشوا مع بعض تقريبا حوالي اربع سنين وكانت الحياة ما بينهم تمام وكل العيشة بتاعتها كانت مقيمة هنا في مصر لحد بعد فترة بدأت الخلافات ما بينهم بدأت الخلافات هو كان بيشوف اي سبب علشان يمسك فيه وانه هو يبقى ده سبب الخلاف انه هو امرها ان هي تلبس النقاب وفعلا مريم ما تأخرتش ولبس النقاب لكن مريم كانت مريضة سكري عندها مرض السكر زي زي الالاف وزي الملايين بدأت مريم من هنا وكان عندها دقيق في التنفس حست لما بتلبس النقاب وتروح مش ورقة وبتمشي او حتى في البيت انه هو بيدايا راح تكشفت في جامعة المنصورة عند الطبيب وعند اتنين وعند تلاتة كل الاطباء قالولها علشان عندك ديء في الشرير وما يأثرش عليك في المستقبل لازم التنفس بتاعك يبقى طبيعي بدأت ان هي تقنع وليد بالكلام ده وهو وليد مش مقتنع بأي حاجة خالص هو بيشوف اي سبب ان هو يسيب مصر ويسافر سويسرا بدأ ان هو يعرض عليها في الفترة دية تقول لا خلاص احنا نسافر سويسرا وناخد الطفلتين معنا بدأت ان هي ترفض فكرة السفر وان هو ياخد الولاد معاه لكن بعد فترة تتفاجئ ان هو اختطف الطفلتين وخدته مسافر بهم على سويسرا تفضل مريم من هنا تحارب من اجل انها توصل لسويسرا وانها توصل لولادها وقالت هي حارب العالم ولازم اسافر ولازم ارد ولاده الحجم وبالفعل تواصلت مع جمعيات اهلية هناك والناس تواصلت بيها وفعلا قدرت مريم ان هي تسافر وتوصل لحد اوروبا واول مواصلة سويسرا هناك دخلت على المحكمة وقدمت الورق والمستندات وقالت ان هو خطف الطفلتين وان هو كان زوج لها ومشي وبدأ القضاء ياخد كلمته هناك في سويسرا لحد ما حكم لها ان هي بحق الرؤية فعلا مرتين في الاسبوع وبعد كده كان ثلاثة وبعد كده ان هي تحتضن أولادها وبدأ ان هو يطلع لها راتب شهر 1900 فرنق لان هو رفض المصاريف او رفض التكفل بأولاده وبزوجته ومن هنا بدأت القصة لحد ما بدأت المحكمة في عدة الجلسات ان هي خلاص وعرف ان هي تاخد البنتين وتقدر الحكومة السويسرية ان هي توفر لها السكن والمعيشة والراتب المناسب علشان تقدر تصرف على ولادها ومن هنا بالفعل فكر الشيطان القذر وليد ان هو يخطط الجريمة البشعة بتاعته راح لحد الفندق لان هي كانت مقيمة هناك في فندق علشان طبعا عبان من الحكومة بتوفر لها السكن بتاعها راح لها الفندق وبالفعل خدت معاه واستحابها ومشى وبعد ما مشى اختفت مريم لمدة اكتر من عشر تيام وفي التوقيت ده هو قال ان انا ما شفتهاش وقال ان انا ما عرفش عنها حاجة وهو اللي مبلغ بالاختفال اللي اكتشف الواقع وبالغ في البداية كان اخوها اللي هو مقيم في دولة الامارات ما رضتش عليه اكتر من 24 ساعة فبدأ ان هو يقلق عليه فبدأ ان هو يتواصل مع اي حد في سويسرا او يتواصل مع الحكومة السويسرية عبر المواقع الالكترونية علشان يبلغ عن اخته وقدر فعلا ان هو يتواصل للصفارة المصرية المتواجدة هناك فقالوا لازم محضر رسمي عمل المحضر الرسمي استجوب زوجها قال ان انا ما شفتهاش لكن في الوقت ده علشان ربنا يكشف بداية الحقيقة واول الخيط لان هو ما فيش اي حد منتفع من تغيبها او من موتها الا زوجها ان هو فكر ان هو هيقدر ان هو يخلص عليها وبالتالي بقى البنتين في حضنه وخلاص وهو عايش في دولته علشان ربنا يظهر الحقيقة بدأ ان هما يتتبعوا القمرات فعلا شفوها ان هي خارجة معاة من الفندو في نفس التوقيت اللي هي تغيبت فيه هو انقر كل ده بعد تحقيقات عديدة حتى بعد ما شافوا القمرات فقال اه انا شفتها وبعد كده ما عرفش عنها حقيقة لحد بعد عشر ايام ان الشرطة السويسرية بتعصر على جثمانها مقتولة ومرقوة داخل نهر الرين بسويسرا ولحد دلوقت وبيتم الاجراءات القانونية واحنا لحد دلوقت بنشكر كل اللي ساهم سواء الخارجية في سويسرا الحكومة المصرية اي حد ان هو قادرنا فعلا ان احنا نسترجع جثمان بنتنا ويتم دفنها في مقابر العائلة في شربينبو محافظة الده أهلية لكن الطلب الاهم والافضل دلوقت واللي مطلوب ان كل الناس تتدخلوا ان الحكومة المصرية متمثلة في الخارجية المصرية ان هو نقدر ان احنا نرجع البنتين لحضن اهلهم هنا لان حتى في القانون السويسري هناك اي حد مدان فالاطفال من حق اسرة الزوم